دشنت المملكة العربية الصعودية تجربة التكاسي الجوي الذاتي القيادة لأول مرة ضمن خدمات نقل الحجاج في المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام والتي تأتي ضمن 32 تقنية حديثة تطبقها منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة هذا الموسم وذلك في إطار تبني التقنيات الحديثة وتسخيرها في كل ما يخدم حج جبيت الله الحرام ويمتاز التكاسي الطائر بأنه وسيلة نقل آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة تسم في نقل الحجاج بين المشاعر المقدسة وتيسير التنقل في حالة الطوارئ ونقل المعدات الطبية وتقديم الخدمات اللوجستية بنقل البضائع عبر الطائرة التي تعد أول تكسي جوي في العالم